اهلا بكم ثمت من يرفض تسمية ما هو قائم في العراق حاليا بالدولة لان الدولة بمفهومها الحقيقي تستدعي قرارات وسلطة مركزية لا وجود لها في الواقع العراق الان بسبب الهيمنة الاجنبية وسيطرة الميليشيات الطائفية المدعومة ايرانيا وامريكيا وان الغزو الامريكي الغى مفهوم الدولة في العراق ثم ادخله في تحالفات مع قوى دولية واقليمية لا مصلحة وطنية عراقية فيها للشعب العراقي ومصالحه العليا وان سيطرة الميليشيات والاحزاب الطائفية ستكون لها انعكاسات خطيرة على العراق وامنه وعلى استقرار المنطقة العربية برمتها في ضوء مجاهرة هذه الميليشيات بعدائها الصريح للعرب وتأكيد اتباطها بايران المنخلطة بدورها في مواجهة مفتوحة مع عدة شعوب عربية في سوريا واليمن ولبنان حقيقة وجود الدولة بمفهومها التقليدي في العراق وخطرها على الاقليم وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار سنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا يرفض الكثير اعتبار العراق الحالي ليس دولة بالمفهوم التقليدي للدول ولماذا يعد العراق بصيغة حكمه الطائفية عاملا خطيرا على امن واستقرار المنطقة ومنظومتها الاجتماعية وما هي مصلحة العراقي وشعبي من الانخراط في محور طائفي رأس حربته ايران المنخلطة في مواجهة مفتوحة مع عدد من الدول العربية وهل فعلا توجس العرب من العراق بعد العام 2003 ما رده قيام التجربة الديمقراطية التي صممها الغزو الامريكي ودعمها لاحقا الايرانيون وهل يعتقد بعض العرب الرسميين ان مهادنة ومجارات النظام الطائفي في العراق ستغير من سلوك قواه الطائفية الحاكمة اتجاههم ضيوف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني احمد كامل العراق جغرافيا امتداد للعمق العربي وبوابته الشرقية لضمان امن الدول العربية ومن يحرص تلك البوابة اليوم هو نفسه السمسار الذي يذلل الطرق لدخول الغرباء وفي اوج الصراع العربي مع المشروع الايراني التوسعي اصيب العرب في مقتل عندما تحول العراق الى ساحة مفتوحة لتبادل المصالح بين الاحتلالين الايراني والامريكي الحكومات المتعاقبة بعد الغزو لم تقصر ضررها على الشعب العراقي فحسب بل صارت مصدر قلق للامن العربي ككل باعتبارها اداة ايرانية بامتياز سواء بالسلاح او بالسياسة محاولات الدول العربية باحتواء تلك الحكومات وتحويلها من خنجر ايراني مسموم الى سيف عربي باءت بالفشل وعلى العكس من ذلك دأبت حكومات بغداد على سرخ العراق من ثوبه العربي بالوسائل كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية وصار العراق مركزا لتصدير الميليشيات التي عاثت فسادا بالبلاد العربية من اليمن وحتى سوريا بروح ايرانية لا تخفي عداءها للدول الخليجية خصوصا والعرب بصورة عامة وفي قمة تأزم ايران اقتصاديا يبادل اقطاب العملية السياسية في العراق الى فتح خزينة البلاد للنظام الايراني لتقوى بتلك الخيرات ويواصل بشروعه في استهداف المنطقة العربية دولة تلو الأخرى ورغم هذه الحقائق والوقائع يبدو ان السلوك العربي تجاه هذه الحكومات سائر في سياسة احتوائها على انها جزء من المنظومات العربية رغم ان لسان الواقع والتأريخ يؤكد ان مواجهة ايران تحتاج الى ردع قوي يشمل ادواتها واذرعها فمن يعاد العقرب لا يمكن له ان يصادق ذيلها ويأتمنه اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مفهوم الدولة الان في العراق الدولة التي اسسها الغزو الامريكي للعراق عام 2003 ويدعمها الايراني يمضي في طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا ايضا الكاتب الصحفي السوري الاستاذ احمد كامل مرحبا بالضيف الكرام جميعا مرحبا بكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاح دكتور لماذا يرفض الكثير اعتبار ما هو قائم الان في العراق بعد عام 2003 انه ليس دولة بالمفهوم الدولة لا تنطوي على مقومات ومرتكزات الدولة التقليدية بسم الله الرحمن الرحيم سأل ماجد هناك في كل بلد منظومة واخرى منظومة الدولة عندما نتحدث عن دولة العراق لا دولة هناك منظومة للدولة وهناك منظومة لللا دولة العلاقة بينهم عكسية كلما قويت الدولة ضعفت منظومة اللا دولة وكلما قويت منظومة اللا دولة ضعفت الدولة في العراق لدينا دولة ضعيفة ومنظومة اللا دولة هي القوية منظومة الدولة فيها مؤسسات قائمة ورصينة فيها قانون يحكم الجميع فيها رؤية فيها استراتيجية فيها تنمية فيها كل هذه فيها حكومة رشيدة قادرة أن ترى الأمور فيها علاقات متوازنة في منظومة اللا دولة هناك ميليشيات هناك لاقانون هناك انتماءات خارجية هناك أحزاب وقوى وشخصيات كلها انتماءاتها يعني لاوطنية في العراق عندما أسس النظام بعد الاحتلال عام 2003 أسس من أحزاب وشخصيات وقوى مبنية طائفية وإثنية ضمن محاصصات إثنية وطائفية علاقة بيناتهم يتخادمون فيما بينهم لديهم تحالفات فيما بينهم لخدمة هذه الأحزاب وهذه الشخصيات شخصياً وخدمة الأحزاب والشخصيات هذه لمصالح خارجية مرتبطة بها كل هذه القوى مرتبطة بها لها ولااءات خارجية والولاءات الخارجية أقصد إيرانية بحتة وولاءات أيضاً أمريكية فبالتالي لديها ميليشيات أيضاً هذه الميليشيات تعمل في الشرعي واللاشرعي ضمن القانون وخارج القانون يتحدثون عن دستور دستور في العراق ربما شبهه أحد الكتاب تشبيه دقيقاً قال مثل قائمة الطعام في العراق يختارون منهما يعجبهم يستعملونه والباقي يمسحون بأحذيتهم هذه حقيقة فبالتالي الدستور هذا والحديث عن الدستور يخدم هذه اللا دولة وأنت بالمحصلة ترى أن الدولة قائمة حتى إذا تصادم الدستور مع بعض السلوكيات أو السياسات يهاجم ويشتم نعم وهذا الذي يحدث في العراق فبالتالي أنت لديك سلطة تدعي أنها دولة وهذه السلطة ممسوكة من قبل هذه الميليشيات هذه الميليشيات هي من رشحتها هي من تقف وراءها هي من تمزق الكرسي اللي جالسين عليه لذلك هم لا دولة يعني لا دولة هي المتحكمة في العراق في علاقات أنت تنظر إلى العراق في علاقاته علاقاته الإقليمية والدولية سنتحدث أيضاً عن نعم أنت تنظر إلى دولة أنت تريد دولة أنت تتعامل مع دولة في العراق لا دولة الحقيقة لأن منظومة اللا دولة هي المسيطرة على العراق هناك مثل ما قلنا ميليشيات عدم احترام للقانون هناك فساد هناك قراب كل هذه المعايير هي القائمة والمعايير الأخرى اللي هي احترام القانون تنمية وبالتالي أنت أمام مفهوم قوي جدا موجود في العالم اسمه الدولة الهشة أو الدولة المشوهة الدولة الهشة ينطبق على العراق تماما لأن معيارين غير متحققة المعيار الأول هو تحقيق الأمن والمعيار الثاني هو تحقيق التنمية هذن الاثنين غير موجودة بالعراق من عام 2003 لحد الأمر نكتور عبد الحميد العاني مادام نتحدث عن اللا دولة أو الدولة المشوهة أو الدولة الكسيحة أو الهشة هذا العراق الذي أسس الغزو الأمريكي بصيغة حكمه الطائفية والقومية الأحزاب الموجودة قومية أو طائفية هل تشكل هذا الشكل من الدولة يشكل خطر ما على الدولة العراقية على مجتمع هذه الدولة هل فعلا هو خطر أم أنه ربما هذا التشوى عائد لجملة تحديات صعوبات واجهتها هذه التجربة من 2003 إلى اليوم بسم الله الرحمن الرحيم منذ 2003 إلى الآن والنتاج الموجود حاليا هو خير جواب على هذا السؤال فالناتج الذي خرج إلى العالم أجمع هو تفتيت المجتمع العراقي وتهديم هذا الموجود يعني اليوم الموجود في العراق نتاج من أسوأ الأنظمة الموجودة ربما عالميا لا يوجد في العراق كما ذكر الدكتور قبل قليل لا يوجد شيء اسمه دولة ومنذ 2003 إلى الآن المحاصصة التي ذكرت أو قامت عليها هذه العملية السياسية منذ مجلس الحكم إلى المفاصل السياسية اللاحقة كلها بنيت على هذا المبدأ المحاصصة التي محاصصة طائفية التي تتناقض بشكل كامل مع قضية الهوية الوطنية والمواطنة لذا هذا هو هذا المخاطر اليوم التي نراها هي خير مثال على التوجس أو الخوف من هذا النظام أو من هذه المحاصصة ولو راجعنا إلى 2003 وقبيل 2003 الاحتلال لرأينا أن الاحتلال الأمريكي قد بنى احتلاله أو مشروعه في العراق على هذه القضية قضية المحاصصة طائفيا وقوميا فهو كان من أهم أهدافه هو تقسيم وتفتيت العراق اجتماعيا وسياسيا وغير ذلك لذا رأينا يعني طبعا هو مهد لاحتلاله بأكاذيب كثيرة لكن من جملة هذه الأكاذيب فهو اعتمد على أنه نصرة هذا المذهب أو هذه الطائفة أو هذه القومية مقابل الطائف والمذاهب الأخرى ثانيا كما ذكرت قبل قليل مجلس الحكوم الذي بناه بناه على محاصصة طائفية لذا كان أول بيان لنا في هيئة علماء المسلمين هو البيان رقم واحد الذي انتقد وبيّن عوار هذا المجلس مجلس الحكوم الذي قام على هذا الأساس الأساس الفاسد لأنه يتناقض كما قلت يتناقض جملة وتفصيلا مع قضية الهوية الجامعة التي يجب أن يكون من أهم أهداف الدولة والنظام التي يجب أن تعمل عليها وتحصينها وترسيخها لدى أبناء الشعوب عموما لكن الذي جرى في العراق هو العمل بالضدي بشكل واضح وصريح وما نراه اليوم خلال 16 عاما هو تفتيت وتناحر وترسيخ هذا الشخ أو الشرخ كما يقول الاجتماعيا وسياسيا ونحو ذلك يصرح متكامل العراقيون القوى العراقية المناهضة للاحتلال المناهضة العملية السياسية لديها إجماع أنه هذا النموذج المشوه من الدولة القائمة في العراق خطر خطر على الدولة بمفهومة تقليدي خطر على المجتمع خطر على الهوية كما تحدث الدكتور عبد الحميد في العراق الآن من 2003 تهيمن عليه قوتان أمريكا وإيران وإيران طبعا أكثر طبعا أكثر نفوذا وهيمنا هل ينظر العرب إلى أن هذا المفهوم أيضا من الدولة هذا الشكل من الدولة أيضا خطر عليهم خاصة وأن القوى المهيمة الأكبر على العراق هو إيران ولأسباب موضوعية طبعا يعني كلمة عرب إذا كان المقصود فيها الحكام العرب حاليا الأدول العربية الشعوب العربية نعم الحكام العرب طبعا في غيبوبة كل واحد مهتم بقمع شعبه ولا يشعر أبدا بالخطر الإيراني وحتى الحكومات العربية التي تتحدث عن الخطر الإيراني لا تتصرف بالطريقة التي يستحك هذا الخطر أكثر من قيام عاصفة حزم في اليمن ضد الحوثيين المطلوب أكثر من ذلك أطلب مطلوب أكثر من ذلك لأنه القطر الإيراني قطر هائل أزعم بأننا لم نعرف في هذه المنطقة أكبر من هذا القطر لأنه يدخل في قلب المجتمعات العربية ويفتت المجتمعات العربية نجح إلى حد كبير في العراق ونجح إلى حد كبير في سوريا ابتلع لبنان ويريد أن يبتلع اليمن وهذه على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر عينهم على مكة وعلى المدينة وعلى كل المنطقة العربية وهذه تصريحات وتهدات لقالة الميليشيات في العراق بتحرير مكة المدينة بمهاجمة الكويت مهاجمة البحرين نعم والبحرين وكل الدول العربية وحتى مصر في بالهم يبدو الشهية الإيرانية مفتوحة على مصرائها الفرصة مواتية نحن لم نكن في يوم من الأيام أضعف ما نحن عليه الآن إضافة إلى التواطؤ الأمريكي والإسرائيلي معهم والتواطؤ الروسي يسمح لهم بأن يحلموا أكثر وأكثر أما على صعيد الشعوب فالإحساس والخطر أيضا ليس على قدر الخطر في سوريا مثلا أنا شخصيا كانت أضع سورة حسن نصر الله على موبايلي حتى أتصبح وأتمسى بوجهه الكريم في عام 2006 في وقت متأخر جدا حتى 2006 كنت من المخشوشين بأن هذا مقاوم بأنه رمز للوطنية ورمز للقومية وأنه إنسان طيب فيه خصال من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة وبعد ذلك اكتشفت بأنه شيطان الرجيم استغرق الأمر كثيرا من الوقت وعلى الأرجح أنني اكتشفت الحقيقة بعد فوات الأوان بعد أن تمت سيطرة حزب الله على لبنان كليا وبعد أن استفحل أمره إيران وعملائها في سوريا استفحالا كبيرا جدا بحيث أن حتى روسيا الآن تحاول كبح هذا الوجود فلا تستطيع هم يقاومون الآن الوجود الروسي ولكن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد في معهد زغبي للدراسات وهو معهد محترم في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وهذا الباب قد فتح بعد احتلال عراق عام 2003 وثلاثة وثم ما حصل في سوريا نعم وصار منصة بعد ذلك للانطلاق إلى سوريا ولا غير سوريا نعم النسبة العرب الذين يؤيدون حزب الله ويعتبرونه حزبا مقاوما كان 80% بعد التدخل في سوريا انخفض إلى 20% هذا لا بأس به ولكن مازال هناك الكثير من العرب وخاصة أجهزة الإعلام المستبدة يلائمها ذلك تقول أن ما يجري في سوريا والعراق مشكلة طائفية دعكم منها نعم ويساوون القاتل والقتيل يعني إذا أنا بقول أنه الذين يقتلون في سوريا كلهم من السنة العرب المسلمين السنة الطائرات لم يقصف أحد في سوريا بالطائرات لا طائرات النظام ولا طائرات روسيا ولا طائرات أمريكا إلا العرب المسلمين السنة حصرا وبنسبة 100% وكما جرى في العراق أيضا ما جرى في العراق في الموصل في بيجي في الرمادي في الفلوجة نعم فأنا أصف حقيقة وأعطي إرقام نعم فأصبح أنا الطائفي أنا الذي أنبه إلى جريمة طائفية أقول يا ناس هنا في جريمة طائفية أقول لك أنت اللي طائفي الأمر خطير جدا نعم والاختراك الإيراني للمجتمعات العربية والوسائل الإعلام العربية خطير إلى حد كبير جدا ويجب التنبه إليه ويجب مضاعفة الجهد لأنه حصانة الجسم العربي إلى التدخل الإيراني ما زالت ضعيفة والدول التي تتحدث عن مقاومة الإيران وعسائل إعلامها تعادي إيران لا تفعل لا تفعل ما يجب أن يفعل أو ليست بالمستوى الذي يتناسب مع هذا الخطر وهذا النفوذ أشكرا دكتور رافع الفلاحي إذا لم يكن العراق بعمليته السياسية الطائفية والخطر الذي يمثله أنه غير حائز لمقومات ومرتكزات وشكل الدولة الحقيقية إذن لماذا كل هذا الدعم والرعاية والاحتضان من قبل قوى إقليمية ودولية وحتى من الأنظمة العربية الرسمية إذا كان هناك حديث أن هذا العراق بهذا الشكل المشوه خطر ليس على العراق فقط وإنما خطر على جوار العراق بل وعلى النسيج الاجتماعي لأن المسألة الطائفية ما أججت وظهرت إلا بعد عام 2003 منطلقة من العراق يعني هذا يعيدنا إلى السؤال المركزي الأساسي لماذا يعني عبرت أمريكا محيطات وعبرت كل هذه المسافات وجاءت الاحتلال العراق هل من أجل الديمقراطية مثل ما اتدعت هل من أجل عيون العراقيين هل من أجل لزالة نظام دكتاتوري مثل ما اتدعت أو من أجل أسلحة الدمار شامل وكل هذه طلعت كذبات جاءت من مشروع لتخريب العراق لتدمير العراق كل قوى في هذه الأمة يجب أن تباد ويجب أن تسقط هذا هو المشروع أساسا ويسيطر عليها بشكل كامل يسيطر على ثرواتها وتدمر قدراتها على النهوذ هذا هو المشروع هو هذا أساسا المشروع الأساس أمريكيا ثم تناغم معه الإيرانيون أمريكا في احتلالها العراق عام 2003 ولا حد الآن وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة كزعيم أوحد للعالم والهراوة الأمريكية مرفوعة للجميع في عام 2003 عندما احتلت العراق أجبرت كل دول الدنيا على أن تحترم قرارها أن تتماشى مع قرارها حتى وإن قالت أن هذا غير شرعي والممتحدة لم تعطي الضوء الأخضر وماذا فعلوا وبالتالي عندما نعود إلى الدول العربية كمثال أعطيك مثالا الجامعة العربية لا يمكن أن تعطي في دستورها في ميثاق الجامعة العربية لا يمكن أن تعطي مقعد دولة محتلة لمن يمثل الاحتلال وهذا ما حصل حتى مع فلسطين مع فلسطين أعطتها لمنظمة التحريف الفلسطينية باعتبارهم ناس مقاومين وهم من يمثلون البلد العراق دولة محتلة وباعتراف الأمم المتحدة وبقرار رسمي اعتبرت أمريكا وبريطانيا دول محتلة أعطت مقعد العراق لحكومة شكلها الاحتلال لماذا؟ الهراوة الأمريكية هذه الهراوة الأمريكية واستجابة كل هذه الدول لهذه الهراوة خوفا منها وبعدها بفترة بدأنا نشهد هرولة كبيرة من دول العربية ودول أجنبية لفتح سفاراتها في بغداد في الوقت اللي السفراء عندما كانوا يفتحون سفاراتهم كانوا يقتطفون دكتور في هذه النقطة في عام 2003 جاء الأمريكيون أوجدوا هذا النظام أجبروا النظام العرب الرسمي على منح مقعد العراق له ربما الصورة لم تكن واضحة أمام النظام العربي الرسمي بعد تجربة 16 سنة أن هذه الدولة الموجودة الآن هي دولة الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة تعادل عرب تهدد دولهم تدعو إلى الانقضاض على أنظمتهم أثارت النزعات الطائفية التي تأثرت بها مجتمعات عربية مجاورة هل يعقل بعد كل هذا الخطر أيضا ونحن نتحدث عن قضية تهرول عربية رسمية إلى العراق يعقل أنت تتحدث عن أنظمة لا تتحدث عن شعوب لا تتحدث عن الشعب تتحدث عن أنظمة هذه الأنظمة هذه الميليشيات تناصف حتى النظام العربي الرسمي العدا أنظمة تهددها نعم هذه الأنظمة تمتثل للأوامر الأمريكية هذه الحقيقة لا أحد ينكر هذا هذا ولا أنت يعني هذه الميليشيات مثل ما تقول أنت تهددها تهدد كيانها وهذه النار المشتعلة بالعراق الآن مشتعلة في غرف نومهم في الخليج وغيرها لماذا يجرون هذه الأرولة للعراق لماذا ما هو السبب هل يصلاح العراق هم يعرفون أن العراق حولته إيران تحت المظلة الأمريكية إلى ساحة معركة لإيران وسوق لتصريف مشاكلها ومشروعها وتصريف مضايعها بالموافق الأمريكي وبالرعاية الأمريكية والتقادم الأمريكي زيارة الرئيس الإيراني أخيرا للعراق أثبتت هذه الحقيقة جاء لتصريف مشاكلهم وبضائعهم وكل قضاياهم وسوق لمعاركهم وساتر أول لمعركتهم ومشروعهم دفاعا عن مشروعهم وسخرت العراقين والعرب والعالم وإقليميا يعرفون هذه الحقيقة لماذا إذن يتعاملون مع العراق كأنه دولة ويعرفون أنه هذه الحكومات ويعني بتصريح إيراني معلن ليس بالسر يقولون نحن من نشكل هذه الحكومات ونحن من نتحكم بتشكيل هذه الحكومات وفي الانتخابات وقاصر سليماني يتحدث بهذه الطريقة والكل تعرف وكل قارة الميليشيات يجاهرون ويصرحون ويتباهون بأنهم مرتبطون بالخامنة ويتلقون التعليمات منه طيب وسيقاتلون أي قوة في خندقه ضد هذه القوة عربية أو غير عربية كيف تقنعني أن دول تدعي أنها تعادي إيران في نفس الوقت تعقل صفقات ستراتيجية وخدمات تقدم خدمات لبقاء هذا النظام الذي هو إيراني بحث وإيران من أقامته هذه نقطة مهمة نسأل دكتور عبد الحميد العاني دكتور ما دام أمريكا متمسكة بهذا النظام الموجود في العراق ألقت بكل ثقلها سياسيا وأمنيا وعسكريا خلفه لذلك الرهان العربي أو الهرولة العربية إلى العراق يأسن ربما توصف المراهنة على التقويم السلوك الطائفي لهذا النظام سلوكه إخراجه من العباء الطائفية ذات النسيج الإيراني تنفتح عليه تلتقي به تقيم علاقات معه عسى أن يغير من سلوكه هذا الرهان هل له حضوض من النجاح والفلاح ممكن يعني لو كان مثل هذا السؤال يطرح في بدايات الاحتلال أو على الأقل في السنة الأولى نقول نحتاج أن نجيب عليه بالأدلة والبراهين التي بالمناسبة في ذلك الوقت منذ السنة الأولى قامت القوى الوطنية ببيان خطر هذا المشروع الطائفي والمشروع الإيراني على المنطقة وليس على العراق وتحديدا أتذكر في شهر تشرين الأول الشهر العاشر من عام 2003 يعني عقب الاحتلال بأربعة أشهر قام الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى مع وفد من هيئة علماء المسلمين بعمل جولة على البلاد أو على عدد من البلاد الإقليمية والعربية في حينها لبيان هذا الخطر في ذلك الحين كان الخطر واضحا وكان التهديد واضح لأن القضية واضحة من أسسها أما اليوم وبعد 16 عاما من الاحتلال وكل الأدلة والبراهين تشير إلى أن هذا المشروع وهذا النظام يمشي ويسير باتجاه ترسيخ هذه الطائفية وتعميقها ونقل الخطر ليس فقط حراقيا وإنما نقل الخطر كما أشار قبل قليل إلى المنطقة جميعا النار اليوم بدأت تحرق المنطقة وليست منحصة في الخدود العراقية هناك شوهد عملية دكتورة الميليشيات الآن تقاتل مع الأسد في سوريا يعني القضية ليست تخمين أو توقع أو استشراف ولذا الوقاع اليوم هي خير من يجيب على مثل هذا السؤال ولكن العجيب وهو ليس عجيبا إذا ما عرفنا أن هذه الأنظمة كثير منها هي خاضعة للأمر الأمريكي أولا وثانيا هي ربما لا تستشعر هذا الخطر الحقيقي بسبب أنها موعودة بحماية أمريكية لها من أي خطر آخر لكن نحن نقول دائما التمدد المشروع الإيراني في المنطقة كان جاء ليس من قوة المشروع الإيراني وإنما من الفراغ الذي لم يكن هناك مشروع عربي إقليمي يواجه هذا بل حتى أن هناك ومنذ البداية قلنا هذا لو أن هذه الدول الإقليم دعمت على الأقل القوى الوطنية العراقية لستطاعت القوى الوطنية العراقية أن تتصدى لهذا المشروع وأن تئده في مكانه ولكن للأسف رأينا أن هناك ليس فقط تخليا عن القوى الوطنية بل رأينا مثل ما قال قبل قليل دكتور رافع أنهم دعموا هذا النظام الرسمي السياسي العملية السياسية بشكل واضح وصريح وكان الأثر والنتيجة ما نرى اليوم نعم إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن مفهوم الدولة المشوه فيها العراق والذي صممه الغزو الأمريكي ودعمه الإيراني بعد عام 2003 ابقوا معنا ابقوا مع ضيوفنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في مفهوم الدولة المشوه في العراق الذي أسسه الأمريكيون بعد العام 2000 وثلاثة ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والكاتب الصحفي السوري الأستاذ أحمد كامل أستاذ أحمد كامل واضح لإيرانيين التقطوا الفرصة سريعا بعد 2003 من عبر دفع بالقوى الطائفية الموجودة في إيران والميليشيات التي تكون على سدة الحكم بعد ذلك استفادوا الإيرانيون من العراق كمنصة للانطلاق في مزيد من التوسع كيف وظف الإيرانيون؟ كيف نجح الإيرانيون في أن يستحوذوا على هذا العراق الذي جهزوا له الأمريكيون ليكون منصة ومنطلق للتمدد في المنطقة؟ التواطئ الأمريكي الإسرائيلي الدولي هذا هو العنصر الأول الذي سمح لهم بهذا الأمر إضافة إلى العرب أيضا جزء من العرب الرسميين تواطئوا أيضا على احتلال العراق لماذا لم يستفيدوا منه؟ هم يعني يعملون الأنظمة القائمة حاليا في الخليج العربي وفي الدول العربية الأساسية تحديدا مصر ودول الخليج العربي هي أنظمة يعني ليست فقط مستبدة ليست فقط منتهكة لحقوق الإنسان وإنما معادية لشعوبها ومعادية لأمتها هم أجراء عند جهة خارجية أفضل في العراق يعني إيران وتحويل العراق إلى منصة للاعتداء على دول عربية أو على شعوبها في سوريا في اليمن نعم فإذا الذي سمح لإيران بهذا التمدد وانتهاز هذه الفرصة الضعف الشديد في أمتنا التواطئ الدولي وأيضا في مجتمعاتنا يجب أن نعترف أنه جزء كبير من مجتمعاتنا ولائه ليس للمجتمع ليس لوطنه وإنما لجهة خارجية لإيران هناك في سوريا عدة ملايين موالون لإيران مستعدون للموت من أجل إيران في لبنان حزب الله اللبناني وبئته الحاضنة ولأهم المطلق لإيران لبنان آخر همهم آخر همهم لبنان وفي اليمن أيضا وجدوا موت قدم في المجتمع وفي العراق من 2003 أيضا كان هذه الصورة جزء منها حتى سنين قريبة إذا انقلب الوضع في العراق رأسا على عقد فإذن أولا هم عندهم طموح كبير جدا الإيرانيون الإيرانيون هناك تواطئ دولي وهناك ثغرة في مجتمعاتنا هناك ثغرة في مجتمعاتنا يجب أن نعترف بها وأيضا كنا غافلين عنها نحن أنا أعترف عن نفسي بأنني لم أكن أتخيل أن جزءا من السوريين يمكن أن يستدعو إيران وحزب الله وكتائب متوحشة من العراق النظام استدعاهما ليس جزء من السوريين يعني في جزء من السوريين مع هذا النظام في جزء من السوريين مع هذا النظام وهم يقتلوننا بكل صدر رحب بكل سعادة اللي ارتكب في سوريا جرائم إبادة استخدموا الأسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين كتل مليون عربي مسلم سني مليون وتم تهجير 8 ملايين يعني نصف العرب المسلمين السنة اللي كانوا 16 مليون نصفهم انتهى فضلا عن طحن مدنهم في حلب وفي حمص وغيرها نعم يأما قتل يأما هجر نصف العرب المسلمين السنة التركيبة الديمغرافية اختلت خللا لا مثيل له في التاريخ كله في التاريخ كله لم يحصل وهذا بسبب الغزو الإيراني الذي تواطأت معه أمريكا وإسرائيل وتواطأ معه جزء من شعبنا نعم دكتور رافع لماذا هناك من يعتقد أنه المراهنة العربية على استعادة العراق الحالي من القبضة الإيرانية من الفك الإيراني وإعادة إدماجه في النسيج العربي الرسمي مرة ثانية عملية صعبة عملية لا يمكن أن تنجح في ظل هذه المنظومة الطائفية التي تحكم العراق وبالتالي العراق لن يكون هكذا يعني أؤكد البعض لن يكون عاملاً إيجابياً للأمن والاستقرار في المنطقة العربية وحتى لجوار العراق غير العربي نعم أساساً إيران لم تتغول إلا بضعفنا نعم إيران لم تتمدد لم يكن لديها مشروع بهذا الحجم لو لا ضعفنا يعني نعم هناك المظلة الأمريكية هناك نعم هذا صحيح وهي دخلت تحت المظلة الأمريكية لكن الأساس في كل ما حصل هو ضعفنا ضعفنا كنظام عربي كقوى عربية غير قادرة تدعم بعضها ليس لديها مشروع إيران في قضية العراق إيران تريد عراقاً ضعيفاً بذلك تدعم دعماً شديداً والقضية ليست مقتصرة على الإرادة بل تعمل على هذا الأمر نعم يعني هناك عمل أيضاً تعمل على كل دعم كل منظومة اللا دولة لأن الدولة نتحدثنا عن منظومتين الدولة عندما تقوى يجب أن تقوى تقوى بمشروع وطني بقانون يشمل الجميع بمساواة بين الجميع بعدالة كل هذه بتنمية ببناء هذه غير موجودة كل الكتل في البرلمان من أساميها وطنية دكتور أسماها وطنية هذه ليس يعني مانا من معانيها شيء نصيب من معانيها المعاني مختلفة فهي تدعم هذه المنظومة منظومة اللا دولة اللي بيها ميليشيات عصابات قوى طائفية قوى إثنية تدعمها بشكل قوي تدعم اللا قانون لا وجود وبالتالي تضعف هذه في العراق الآن ليس صناعة ليس هناك صناعة ليس هناك زراعة ليس هناك تنمية بعدما كان العراق فيه عبارة صنعة في العراق وانتجه في العراق هذه انتهت وهذا ما اعترض بي دع سمحت نائب رئيس الحكومة حكومة المالكة بهاء العرجي قال كلما أقدمنا على مشروع صناعة وزراعي جاءني السفير الإيراني وقال لا لا تشتغلون الغو نعم لأنه إيران تريد العراق سوقا هذا ما قصدته سوقا لتصريف مشاكلها الداخلية سوق لتسوق به مشروع مشروع هذا التمدد وسوق لتصريف بضايحها والاستفادة منه اقتصاديا وهذا الحقيقة من 16 سنة هذا ما تفعله إيران في العراق حتى البلد تحول مستنقع للمخدرات الإيرانية بحر من المخدرات وحبوب الكريستان نعم أعود إلى سؤالك لماذا هل هو مستحيل نعم غير مستحيل أنا أقول غير مستحيل إذا ما كانت هناك إرادة إقليمية وعربية في دعم القوى الوطنية عندما تدعم القوى الوطنية التي تقف ضد هذا المشروع هذا المشروع ينكسر وينتهي أما أن تتناغم مع هذا المشروع وتدعم القوى التي تعمل في وسط هذا المشروع على أنك ستغير هذا المشروع من خلال دعم هذه القوى بالعكس أن تتغولهم أن تتغول هذه القوى لكي تزداد قوة تزداد قدرة الآن هم يتباهون في العراق عراق لا دولة سيادة غير موجودة استقلال ناجز غير موجود العراق الدولة مستباحة وهذا هم يعترفون به هم نفسهم أصحاب السلطة أصحاب العملية السياسية يقولونه عندما يحرجون يقولون هذا الموضوع وآخر دليل عندما زار الرئيس ترامب العراق كيف فعله وماذا قالوا زار بدون ببلية ونزل بقاعدة عراقية وتحدثوا كثيرا نحن دولة بدأ سيادة ومخترقية وهذه واقع الحال الحقيقة حتى سيادة جوية ما عندها حتى سيادة على الأرض على مياه غير موجودة فبالتالي أنت لا دولة تدعمهم لماذا تدعم لا دولة وماذا ستفيدك لا دولة أنت تدعم قوى تابعة لقوى أخرى هي عدوة لديها مشروع يدمرك فأنت داخل في هذه العملية وتريد أن تسقط هذه القوى يعني نظرية غريبة عجيبة وغير مفهومة وغير منطقية وغير عقلانية أنت تريد أن تزيح هذه تدعم القوى المناهضة لها التي تقف بالضد منها تمسك ظهرها تدعمها تقف معها في كل المحافل الأقليمية والدولية تساندها بكل قواها تدعمها لكي تقف أمام هذا المشروع ومثل ما يقال ما حق ظهرك مثل ظهرك أهل البلد هم القادرين على أن يحموا بلدهم يزيلوا هذا المشروع أنت تدعمهم فقط أما أن تقف ضدهم وتدعم هؤلاء على أمل أن تسقط التجربة هذه القائمة هذه قضية نعم صالح متفضل تأكيداً لهذا الكلام حصل في سوريا لو أن الجيش السوري الحر قوى الحرة في الشعب السوري تلقت الدعم الكافي كانت أبلت بلاء حسناً جداً ضد إيران وعملائها في سوريا الجيش السوري الحر والشعب السوري قتل 15% من قوات حزب الله الغازي الطائفي المجرب ألحقت بالإيرانيين في سوريا خسائر فادحة جداً 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 من دون دعم كيف لو أن الشعب السوري دعم بمواجهة الوجود الإيراني كان فعلاً ألحق به خسائر فادحة جداً نعم دكتور عبد الحميد العاني القوى الطائفية الموجودة فيها العراق تتحدث عن كره عربي للتجربة الديمقراطية فيها العراق وتعزو هذا المناصبة العرب لهذه التجربة العداء منذ البداية وأنه هناك ريبة وشك بسبب أنه الموجود الآن في الأنظمة العربية في الدول العربية أنظمة متفردة سلطوية مستبدة بينما هناك تجربة ديمقراطية في العراق وتداول للسلطة وبالتالي لا يمكن أن يلتقي الديمقراطية لن تلتقي مع الدكتاتورية هذا هو التفسير لهذا العداء يعني على الأقل إلى وقت هذا العداء قبل الانفتاح والهرول العربية نعم قبل الإجابة على هذا أسمح لي أيضاً أكمل ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل لأنه ذكر نقطة أيضاً مهمة جداً أن الموجود الآن رغم أنه في السلطة الحالية ربما لافتات منوعة وتمثل أكثر من طيب في العراق لكنهم في حقيقة الأمر لا يمثلون الشعب لا يمثلون من يدعون أنهم يمثلونهم وخير دليل على هذا أنه اليوم في زيارة رئيس مجلس النواب الحالي إلى أمريكا من أهم أعماله اليوم هو ماذا؟ أنه المطالب بأن يستمر العراق يعفى العراق لمدة أطول من أنه يبقى استثناء من العقوبات الأمريكية على إيران إذن أصبح الموجود الآن هي لافتات متعددة لكن الجميع هو منفذ لأدوات للمشروع الإيراني أبداً إلى سؤالك تعودنا وتعود الشارع العراقي طبعاً من 2003 إلى الآن أن التصريحات الساسة الموجودون هم الآن من المضحكات المبكيات وهؤلاء لا يخجلون من الكذب يضحكون ويستخفون بعقول الناس وعقول جميع المخاطبين الديمقراطية التي يدعونها هنا والتي أيضاً هي كانت امتداد أو نعكاس للأكذوبة الأمريكية التي جاءت بالديمقراطية إلى العراق وبناء نموذج ديمقراطي في المنطقة الأرقام هي تتحدث عن هذه الديمقراطية وهو هذه التجربة وهذه العملية السياسية قامت أولاً أساس على مجلس الحكم الذي هو بني على خمسة وعشرين عضو الخمسة وعشرين عضواً عينوا تعييناً يعني وفق المبدأ الديمقراطي لم يتم انتخابهم والاختيارهم من قبل أحد وإنما تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الأمريكي وهذؤلاء الخمسة وعشرين بالمناسبة هم الذين تفرخ منهم تولد منهم مائتين وخمسين لأن كل عضو جاء بعشرة أعضاء فكان هناك الحكومة الموقعة سميت في وقتها أول يعني حكومة موقعة في حينها ميتين وخمسين من هؤلاء إذن ميتين وخمسين عضو تم تعيينهم من قبل الحاكم الأمريكي هؤلاء هم الذين وضعوا القانون الانتخابي ووضعوا ملامح هذه العملية السياسية والدستور وغير ذلك ثم بعد ذلك كل المراحل الانتخابية التي جرت باعترافهم هم وهنا نؤكد طبعاً هذا الذي نقوله الآن لسنا وحدنا نقوله كثير من هؤلاء المشاركين هم أيضاً يشاركون لكن مع فرق أساسي دائماً نقوله أن قولهم هذا أو اعترافهم بهذه هو من باب فقط المناكفات السياسية فيما بين الخصوم وليس من باب العودة عن إصلاح عن هذا الخطأ وإصلاحه ثم بعد ذلك جرت كل المراحل الانتخابية بتزوير وخير مثال على الديمقراطية هذه الانتخابات الأخيرة التي كانت مقاطعة مقصودة من قبل الشعب العراقي بالنسبة تزيد على 80% ولكن مع الأسف لا يزال العالم يتعامل مع الديمقراطية التي هي أقل من 20% في العراق ويخضع للرغبة الأمريكية الإيرانية وللمتسلطين الفاسدين على رقاب الشعب العراقي أستاذ إحمد كامل يعني كعرب ما هي الهواجس أو المخاطر التي تشعرون بها كعرب من هذا المحور الطائفي القائم على دول مشوهة في العراق مهيكلة في سوريا دولة ميليشيات في اليمن دولة ميليشيات في لبنان هذا محور طائفي رأس حرب تأيران هذه لبناتها هذه أركانها هذه مكوناتها هل تمت خطر حقيقي؟ نحن في سوريا نشعر بالخطر عرب أما في المغرب العربي لا يشعرون بهذا الخطر على أقل في المشرق العربي في مصر لا يشعرون به حتى في فلسطين للأسف الإحساس بهذا الخطر ضعيف كثير من الفلسطينيين للأسف الشديد يرون بأن إيران داعم وأن حزب الله مقاوم للأسف الشديد وأنا كنت منهم كنت من المخدوعين بهذا الأمر الوضع في الدول العربية كل واحد يعني يفكر بنفسه يفكر بنفسه يفكر بنفسه وهمومه تكفيه ولا يستطيع أن يفكر بغيره ولذلك هذا يضاعف الخطر للإيراني ولذلك نحن هنا هنا نحن وفي أماكن أخرى حتى يعني إذا وفق الإمكانية تبصير أيضا هذا العلم العربي بهذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر في إسرائيل كيرا الصهيوني أبدا يعني الأسبوع الماضي سمعته جميعا كل الناس تتحدث عن اعتراف ترامب بأن جولان السورية هي أرض إسرائيلية طبعا وسائل الإعلام العربية كلها ضجت وبكل إخلاص كثير من العرب كانوا يتحدثون بمرارة عن أننا أضعنا جزءا من أرض سورية الجولان السوري هو 1500 كم مربع الأراضي التي تحتلها إيران وحزب الله والكتائب الطائفية المتوحشة العراقية وروسيا في سوريا 100 ألف والأراضي التي تحتلها أمريكا والبكيكي 50 ألف هذا في سوريا فإذن ما تحتله الأراضي المحتلة من غير إسرائيل في سوريا 100 ضعف الأراضي التي تحتلها إسرائيل ولا أحد ينتبه لذلك ما للمسؤول على التضليل أو التزيف أو التغطية على أفسار الحكومات العربية الحكومات العربية متواطئة وهي ليست حكومات مستبدة فقط وإنما هي حكومات معادية لشعوبها وهي تريد أن تخدر الشعب العربي بأن يفكر كل الوقت بأنه يحلم بتحرير فلسطين وينسى تحرير مناطق أخرى يعني بالمنطق العروبي المحت وأنا عروبي احتلال دمشق ليس أقل خطورة من احتلال القدس واحتلال بغداد ليس أقل خطورة وأقل أهمية من احتلال بيروت بيروت يحتلها حزب الله الفارسي الإيراني التابع لإيران فهذا أمر خطير بنفس خطورة احتلال القدس لا يقل أبدا بغداد ودمشق وحلب وبيروت وصنعاء والقدس شيء واحد بالمنطق العروبي ولكن فيه لاوعي فيه غياب للوعي فيه تضليل ما تباهى به الإيرانيون من أنهم سيطروا على أربع واصم عربية شكرا للمزيد أشكرك سيد الحمد كامل الكاتب الصحفي السوري وشكرا دكتور رافع وشكرا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في يات علماء المسلمين في هذه الحلقة التي بحثت في مفهوم الدولة المشوهة في العراق نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة ما جرى من النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن دكتور هذا النظام السياسي الموجود الآن في العراق يحمل في طياته عناصر خطرة على الدولة في العراق وعلى حتى الجوار وهي عناصر جزء من تكوين من بنيته الأساسية وبالتالي فهو خطر حتى وإنت برقع ولبس ثوبا جميلا تمسح بطروحات عربية حسن الجوار وما لذاك لكنه الحقيقة في مضمونه وقمامه خطر الحقيقة أستاذ ماجد هو خطر كبير لكن خطر كخطر السرطان على الإنسان مرض خطير لكن كل الدول الإقليمية والدول العربية تعامل معه على أن صداع يعالج بحبة بارستوري حبة أسبرين يعتقدون هكذا أنه يعطون مريض حبة أسبرين وهو يعاني من السرطان لكنه ليس فهما حقيقيا بقدر ما هو بفعل السطو الأمريكية كما ذكرت هذا فعلا لكن هذه السطو الأمريكية هذه إلهام أنفسهم هذه السطو الأمريكية ستأتي عليهم فبالتالي هم سيخسرون هذا المشروع مشروع كاسح مشروع تمدد مشروع استغل التخادم الأمريكي لكي يتغول على الآخر ويستغول عليهم وهو يتغول عليهم فبالتالي أنت لا تستطيع أن تقاوم هذا المشروع إلا بدعم المتضررين من هذا المشروع تدعم القوى التي تضررت من العروبة من فقدها لوطنها أما المهادنته لن تأتي بشيء أبدا فبالتالي سيخسرون والخسارة كبيرة دعم لا دولة سيؤدي إلى ضياع دولهم هذا هو المفهوم دعم الميليشيات سيؤدي إلى تحول هذه الميليشيات إلى غوليا كلهم هذا يجب أن يفهموا المصالح الوقتية هذه لن تدوم التجارة الداخلية كسب المليارات هذا لن يدوم بالتالي هناك أرض غير مستقرة في العراق هناك نظام غير مستقر أمن غير مستقر علاقات غير مستقرة رؤية غير مستقرة لأنها تابعة لدولة أخرى هي من تتحكم لديها مشروع آخر غير المعلن وربما معلن عليهم أن ينتبهوا إليه ويعرفوا كيف يتعاملوا شكرا دكتور نلتق إن شاء الله في الأسبوع القادم شكرا دكتور شكرا لكم